فضل توقعنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم يلا اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولت وتليميديسن وفي انتظار كل المكالمات اسئلة والصفصرات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغضة الصماء كلية الطب جمعة عن شمس اهلا وسهلا دكتور مرحب بيكم اسمح لي بس احنا برضو فضل بنذكر السادة المشاهدين ببعض التعليمات اللي احنا بقولها والغرض من البرنامج ان احنا غرضنا هو ان احنا نحالج المرين نوصف له رجلتة متكاملة يعني ما عليه ان يرفع السماعة يتكلم الصيدلية يقول له هاتل الدول فلاني او كتا كده في بعض الحالات ما بيبقى يعني محتاجين استكمال بعض الفحوصات او استيضاح تمام او التأكد من النتائج بعض الفحوصات فبرضو بيروح للمعمل او يطلب المعمل بالتلفونه في مكانه ويجي اخل له عينة يعمل له حاجات اللي احنا وانا عليها او الاشاعة اللي احب يعملها تمام بعد كده بنبدأ ندي العلاج المتكامل اللي هو يغنيه ان هو يروح لدكتور او يغنيه يروح لصيدلية حتى فيه نقطة مهمة بس لو عادك حد احنا بنقطة نقطة قولون يقول له خد ايه للقولون دون ده كترة الشيح والزرنيخ والحاجات دي ملناش فيه لا احنا بنشخص صح يعني المتصل سواء لنفسه او لغيره بيوصف لي الحالة اللي بيشتكي منها دون تشخيص ما يقوليش لقولون ولا يقولي المرارة ولا يقولي المعدة ولا يقولي القلب ولا يقولي السدر ما يقوليش دعوة هو قد يأتي بشكوى هو متخيلها قولون وهي يكون حاجة تانية وخالص تمام ممكن تكون مرارة مثلا ممكن تكون معدة ممكن تكون التهاب في الزائدة الدودية ممكن يكون هناك تكرحات في اي مكان اخر ممكن يكون حاجات هو لا تخطر على باله فاحنا هنا بنهتم بان احنا بنشخص مش يقولي عندي ايه حدلوه عليك خيط ناخد اتصال معنا يا دكتور فضل فضل استاذ عبير سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا زيك يا دكتور اهلا بيكي فضلي فضلي يا سادة عبير اتفضلي معاك بقولك يا سادة عبير الصوت مش واضح قوي ياريت تنقل لي كده بالتليفون في حتة فيها ارسال وتبعد عن التلفزيون برضو شوية مواتن اتصال يبوز من عندنا ده يا جماعة طيب لا شبكة من عندنا ياريت السادة المتصلين لو عندهم بعد يزجل السادة حسام فضل لو عندهم تليفون ارضي يستعملوا تليفون ارضي افضل واضح الموبايل فيه مشاكل في الاقاليم بالزادة اه علشان الرسالة طيب يا سادة عبير لو تعود الاتصال تاني ان شاء الله معنا لسادة اسماء السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا والله بس عايز اقول لكم يعني ربنا يبارد فيكم كل معلومة بتقدموها حتى بنستفيد ديها جدا يعني شكرا شكرا سادة اسماء انا كنت بس عايز اسأل الدكتور يا دكتور انا عندي يعني ثلاثين سنة بس انا بقوم مرهقة جدا وكسلانة جدا ومش بغضر اعمل حاجة يعني يا ضوبك بعمل الاكل لا ما هو الموضوع الوهني العام ده بيبقى عايز لستة كبيرة اوي من الفحوصات لو احنا عاوزين نوصل لتشخيص سليم يعني ما هو انا عايز اعرف اعمل تحليل ايه ولا اخد فيتامين لا انا اعمل تحليل انا اخه طيب نعمل حاجة بداية الاول انت عملت سورة دمي بالتأكيد قريب بس كانت كويسة لا انا هنا ما عنديش كويس انا عندي تقولي لي ارقام حضرتك طيب حضرتك قولي انا اعمل تحليل ايه طيب وانا هعملها تاني عشان انا مش فكرة الارقام طيب اولا اه حضرتك ما عندي كيس سكر ولا ضغط ولا حاجة من دي لا انا ضغطي بيوطى كل فترة بس يعني العادي العين يعني كويس لا يعني انت حضرتك الوهن ممكن نربطه بانخفاض الضغط دي تبقى مشكلة عايزة تتزبط بس يعني انا او يعني في الشهر مثلا ممكن يومين تلاتة الضغط بيوطى عندي بس طول الشهر الضغط بيبقى مظبوط يوصل كامل يومين التلاتة دول يعني ممكن يبقى مية على ستين والطبيعة بتاعتك مية وعشرين سبعين مثلا مية وعشرة على سبعين او طيب الاعراض عادة اللي بتجيلك دي بيبقى الضغط مية على سبعين او مية على ستين زي ما حضرتك قلت او طيب احنا حنقدر برضو نشتغل في حاجة طبيعية بسيطة جدا زودي نسبة الملح شوي في الاكل لو ما كانش فيه تورم في الوجه او في القدمين لو ما فيش تورم يبقى كويس يعني نزود نسبة الملح شوية او نزود الحاجات الحوادق لحد ما نشوف الاسبوع الجاي وانا نشوف ايه ممكن يكون فيه نقص بسوديم خفيف بيخلي الانسان عنده وهن وضعف طبعا نشوف كده تمام استاذ اسماء شكرا على التصال افضل الله دكتا اه فاحنا حضرتك يا استاذ حسام احنا بنشخص اه طيب اتصلتني دخل طيب اتفضل استاذ روحية سلام عليكم وصل عندنا الالية بتاعت نقلي الاتصال فيها مشكلة ما لسه جاي سلام ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته والله لو سمحت اتكلم الدكتور محمد اتفضلي اتفضلي يا استاذ روحية الدكتور معاك ازايك يا دكتور محمد اهل الوسائل يا فاندي ازاي صحتك يا دكتور محمد ربنا يبارك في حضرتك يا فاندي والله بص انا عندي مشكلة في المعدة اتفضلي بتشتكي من ايه يا فاندي بص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي مية وسبعين الضغط على مية طيب والقلب باخد له فانكور خمسة ميلي طيب وباخد مديوريتك للضغط مو ديوريتك والله ما صلى على النبي وعندي جدار المعدة فيه تقرح طيب انا عاملة منظار شركة من تحت فمش لاش فلحسية طلع القولون كويس لا القولون فيه تقرح اه يبقى مش المعدة بقى شفتي يعني القولون فيه تقرح القولون فيه تقرح سيدنا حضرين كم سنة عندي 66 سنة 66 والسكر السكر 300 السكر 300 200 فاطر طيب احنا بص بقى احنا هنتكلم النهاردة الحلقة على حضرتك الضغط ده حضرتك اللي بتاخدونه الكونكور خمسة هنخليه كونكور عشرة اوكي طيب ماشي يبقى زودنا الكونكور من خمسة الى عشرة عشان انا برضو رخيصي الكونكور فانا هخليلك عليها عشان ما ما نجيتش حضرتك مالية رو احنا عندنا اكتر من حاجة يبقى كده زبطنا الضغط اتفقنا نيجى حضرتك على السكر بتاخدونه علاج السكر باخد البتاع دوالين كام حبايا واحدة الصبح بس طيب واحدة الصبح شوية اصغير انت وزن كم كيلو لان هنا الدوالين بيعلى الوزن كم وزنك تخين او الارفايعة لا تخين مية واربعين طيب بتاخد دوالين بس ولا في حاجة مع الدوالين تخين يا دكتور تخين او مية واربعين ها دي عزا كلام رحلة زيادة سبعين كيلو ما شاء الله بقول لي سيادتك حضرتك بتاخد دوالين حبايا واحدة في اليوم في حاجة تانية للسكر غير الدوالين اه ايه اه باخد فلاشين ايه فلاشان اللي هو التمنمية تمنمية وخمسين اه بتاع السكر برضا كم حبايا واحدة بضه انت كده اللي بيعالجك ده راجل خواف خايف يعلجك حضرك هتجيبي اللي هو اللي انت بتقول عليه التمنمية ده هنجيب منه الالف وناخد حبايا قبل الغداء وحبايا قبل العشاء ومضطر رغم ان الدوانيل بيعلي الوزن شوية هنخليه حبايا قبل الفطار وحبايا قبل الغداء وتقلل له اكل 30% نيجي على الحاجة التالتة التكروحات اللي في القولون زملاتي قالوا حالة صعبة ولا حاجة بسيطة كنت باخد مضادة حيوي 1000 ملي جرام طيب في حاجة اسمها سلازوبيرين سلازوبيرين حبوب تاخد حبتين ده للقولون بس الحالتك انت بس مش كل الناس اللي بتستمعنا تاخده سلازوبيرين حبتين حضرتك بعد الاكل ثلاث مرات وتبعد عن الدهون والحادق والمسبك وعن منتجات الالبان واسمع صوتك واسمع صوتك بعد خمسوش عالي يوم ان شاء الله بالشافة ان شاء الله ناخد الاتصال اللي بعده متسمين سلام عليكم وعليكم السلام وعحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها دكتور انا بنتي عندها خمسوار سنة وتتعالج من الغداء بقى لها سنتين هي الغداء عندها كسلانة يعني بتاخد الكتروكسين عظيم مية فضالي بتاخد مية اه فهي انا عملت لها تحليل من كم يوم اه وكان الـ TSH عندها 1.8 جميل اه ودكتور كتب لها يعني كان الدكتور طلب مني اشعة فقال اللي اشعة بتاعتها كان فيها حوائصالات من حوالي سنتين دلوقتي مفيش حوائصالات ضينا خالص لكن في التهاب لا كلمة التهاب بالاشعة التلفزيونية ده كلام خاطئ ها؟ فما تخضيش بالكلام ده خلينا بقى في المهم بنتك وزنها قد ايه؟ بنت وزن البنت هي ما شاء الله يعني وزنها ممكن يكون تسعين كيلو وطولها مية خمسة وستين مثلا لا لا هي طويلة اوي ما شاء الله هي مية حدا وسبعين طيب هنجيب لها عريز دي منين؟ شهر طيب هل انت كده عايز الطويلة باي اوكي يعني هي زيادة برضو خمسة وشهر كيلو خلي بالسيادتك يعني على الاقل يعني طيب الدورة اخبارها ايه؟ ايه؟ الدورة الدورة شهرية الحمد لله منتظمة دكتور منتك دي تزود لها الجرعة شوية من يمشيش على حسب التحاليل ولسيهم ان سنها خمسة وشهر سالة ممكن ندي براحتنا او الدواء من غير ما نخاف الدكترة بتخاف تدي فانت حدريك ده حبتين كل يوم الصبح التروكسل الواحدة منها ميت مايكرو جرام قبل الفطار بساعة وممكن هزود بعد كده بعد شهر ان شاء الله الف سلام شكرا ربنا يوفق ان شاء الله ناخد تصلي بعد استاذة امل سلام عليكم عليكم السلام سلام السلام فضالي اتفضالي الدكتور معي اه ايه دكتور انا عندي فلسطين الساقين الدوالي مالياها فالمهم حقنت وجات لي تاني وجيت من قمة اسبوع قلت بقى انت لاتمشى عشان بقى لمدة طبعا قاعدين في البيت فجاية طلعت السلم انت مرتين ثلاثة لقيت كل كاعة دم قدت كده فانا خاف سؤال خليني بس هقطعك حضرتك التعاملتي قبل ما يحنولك حقن الدوالي الساقين اشعة تلفزيونية او التراساون او اي حاجة على لا 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 انا كشفت قال لي دي عاوزة حقن فقعدت جابني اسبوع اسبوع ده استني بس بالراحة سنت بتقولي كلام خطير ميش يعنى انت حضرتك لوحة للدكتور احنا بنعدي كلام كتير على فكرة غلط من الدكاترة من الدوم ولا حاجة استاني يا بينا يا ستي انت سني كم سنة انا عندي خمسة وخمسين يعني انت سيادتك روحت تشتكي من عروق الزرقة اللي في رجليكي الراجل قالك حنحقلك ولا طلع عسرير حقنك قال لي دي عاوزة حقني فالبهمة اداني الورقة فيها الحقن وفيها كل حاجة وطلعت له تاني ما عملتيش اشعة حضرتك اسمها دوبليكس سكان على رجليكي لا ما قالش اشعة ولا اي حاجة بص يا ستي خلاص عشان انا وصلت من المعلومة احنا بنخاف من حاجة ان ممكن يكون حضركك اللي هو الجهاز الدرينج اللي هو يا ابن الدرينج يعني ايه يعني الجهاز اللي هو رجوع الدم من القدمين للقلب ده فيه جوه الساكن نوعين من الاوردة نوع الدفين اللي هو العميق والنوع السطحي النوع العميق هو اللي بيشيل الدم عادة ويوصله للقلب لو تسد او ما بقاش شغال كويس او فيه ارتجاع يخلي الدم الشرايين او الاوردة السطحية تتمدد وتبان في خطوط زرقه او دوالي زرقه وما الى ذلك فلو كان الكلام اللي انا بقوله ده صح الحقن غلط لان هيقفل لان الدم في الحالة دي بيكون طالع عن طريق طبعا الموضوع ده عاوزي تشرح جامد يعني وكده مش هتفهمين مني انت ولا غيرك ما تزعلوش عموما هتعملين حاجة اسمها دوبليكس سكان على القدمين الساقين الاوردة والشرايين بتوع الساقين وحضرتك تتصل بينا زي النهاردة ان شاء الله ان شاء الله شكرا انا استاذ اعمال ايه اللي حصل عندها حاجة ده حصل ده موضوع خطير ده اه طبعا اما حصل لربما يكون في ارتجاع الموضوع ده ممكن نتكلم فيه اربع ساعات عشان نشرحه طبعا الارتجاع ده بيخلي زي ما يكون عندك مصورة مجانة رئيسية معاك حد عشان ولا اخذ راحت اه معايا طيب استاذة هيبة من الاسكندرية سلام عليكم السلام ورحمة دكتور انا بنتي بتعمل رجيم تمام اه فهي عندها المنطقة اللي فوق ما فيهاش خالص يعني كبطن وما فيش بط بس المشكلة في الارداف والجزئية السخات السوريان اه مليانة دهون مليانة ايه وبحس فيها دهون يعني فيها دهون كتير اه وبحس ان هي اه بتزيد لوحدها كده انا معرفش ازاي ماشي سنناها كم سنة اه عندها تلاتاشر سنة بلغت ولا لسه اه الدورة منتظمة اه الحمد لله في شعر زيادة بجسمها ولا حاجة لا عظيم اه حضرتك وزنها كم كيلو اه 67 وطولها 158 طيب هو دلوقتي احنا عندنا السمنة فيه سمنة موضوعية زي ما بيسموه او سيليكتف اوبيزيتي وفيه سمنة عامة هنا الرجيم بالاسف اما بنعمله ونقول نخسسه الكلام ده فيبقى حضرتك اه يأسرع الجسم كله يعني ممكن لو الشعر فيع يزداد رفعا لو سدراء صغير او اقصد الثدييني من سدراء اللي هو القافص الصدري حيصغره قوي واحنا في بداية البلوغ فارى ان حضرتك ده السمنة الموضوعية بيبقى لها حاجات طبيعية ممكن تعللها وليكن مثلا حاجات اللي هي زي الحرارة زي الفايبريشن اللي هو الفايبريشن بالعربي يعني زبزبات الكلام ده كله يقوم يقصر الدهن هتقول لك شوية ناس بايخدوا منك شوية فلوس ومعلشي لو هي عايزة تعمل تمرير رياضية للمنطقة المصابة بزيادة الوزن برضو ده ممكن ان شاء الله تمام شكرا انا استاذ اهيبة اه ناخد الاتصال اللي بعده استاذ ياسر سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله انا استاذ ياسر سنك كم سنة يا حبيبي طيب سنك كم سنة كم ستة وثلاثين ستة وثلاثين وطول سيادتك قد ايه ايه طول حضرتك ميلي خمسة وثلاثين ميلي خمسة وثلاثين وزنك يا استاذ ياسر ما تسمعش من التلفزيون لو سمعت ابعت شوية لاني هنكل بسؤال اترد بعدينها بخمس داعي شعورة المقطرات اللي انت شغال فيها دي وخلي بالك من ناس خلي بالك من ناس الغلابة وهم زيقين جانبك الصغيرين والبنات والكلام ما تستقواش عليهم ها انا وزن مية وخمسة مية وكم مية وخمسة مية وخمسة طيب يعني انت بتعاني طبعا انت بتسوق ممكن عشر ساعات في اليوم طيب استاذ ياسر عاود لاتصال تاني مرة تانية ناخد مدام امل رجعت لنا تاني مدام امل طيب انا بس حرود عليه هي مأمل معي على التلفزيون ماشي يا ياسر انت عشان قاعد على الديركسيون بتوقع فترة طويلة فرجليك بتبقى ممددة كتير تحت فيحصل ان الدم يتكوم تحت اما تلبس رباط ضاغط وانت حضرتك او فيه دلوقتي شراب كده ضاغط بيتحط عشان رباط ضاغط مولي حادي الفولك كده كل يومه بتاع هو شراب ضاغط اسمه بياخد من اول صوابعك من تحت الحاد القصبة او الرجبة دي ان شاء الله هتمنع والكلام ده برضو ينفع للست بتاعت الدوال ده معلومة يا جميلة اوي طي انه ما يكون فيه ضغط ما يكونش بياخد ادوية ما عنده السكر وانه ما يتورمشي وش ما بيورمشي يبقى لنا بقوله ده صح ده عشان يلبس الرباط الضغط احنا ما اعتفقنا ان احنا مش بتوعشيح وزرنيخ صح احنا بتشخص فانا حقوله للبس البتاع دي ما وسيب له مثلا وقت سيب له باقي لا سمح الله يكون عنده حاجة بتأثر في الزلال او في السكر او في القلب او الكلام ده يوانا راجل بضره ما هو ده يا دكتور التشخيص السليم طي مادام امل على التليفون معنا ايوة لو سمحت الخط افل معنا ماشي تفضالي طيب انا مسماسش انا عاوزة دلوقتي حادر ان الوقت بقى ايضاقص حتى اعمل موعين لازم اقعد يعني انا تعبانا فعلا فممكن تجديني اي مسكن لا اهو حضرانك مشت بتاعت الدوالي اه خلاء مؤقتا هتجيبه حضرانك انا كنت بقوله للراجل السواق اه هتجيبه حضرانك اللي هو شراب ضاغط جبته الاتنين ومن اول السوابع لحد فوق ما جابش نتيجة لا طيب جبته والله ولا رجليك تعبت اكتر لا ده تعبت والدوالي زادت انا حتى انه ممكن تتلع على بطني ما انا خايف معشان كده انا بقولك ان النظام بص يا فرد الرجلك اللي رجلنا دي انا وانتي وكل الناس ربنا خليقها فيها مصورة داخلية في النص اه المصورة دي بتسحب الدم من الجزء التحتاني ده كله وتوصله للقلب دي مش عملية سهلة اه ده القلب ارتفاعه عن رجليك من على الارض من مثلا من مية وتلاتين سنتي لمية وخنسين عالحسب طول البني ادم اه ففيه شفط من القدمين طيب المصورة الداخلية دي افلت او فيها ارتجاع متدم مش هيعرف يوصل المتر ونص لحد قلبك اه اللي بيحسن ان هو بيلاقي مسارات اخرى فيشتغل على الشعيرات الدوموية او الوريدة الضعيفة اللي تحت الجلب يقوم يستعيد عنها فتتنفخ اه ونص لك المواسير اللي خارجية فهتقفل الخارجية وتقفل الداخلي الرجل تزمهر ويبقى فيه اعلام شديدة جدا 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 في رجليكي اه ايوة انا لقيت كل دم كده طبعا انفجر اه 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 يعني انت انفجر سيادتك وحمده ربنا يمكن تسعد العلاجه كان زمان ان انا هنعمل صفت دم نشرط الرجل عشان تنازل الدم الزيادة فانا اقول له ده هو حتى وقف يعني انحقال لليمين ومداش يعمل للشمال مو خاف بقى هو خاف اما لقى اليمين عاملت كده رجع لرشده اه انت بتعملش حاجه مع الدكتور ده الله يباري فيك عشان احنا محبش نكتلم على حد بس نقول للدكتور اشتغل بما يرضي الله وخد اللي انت عايزه مدل ما تقوم بالجنيه نخد الف جنيه بس ما تضرش صح احنا ضررنا يا فاندي ما خطر على صحة البراءة ده يعني احنا كل المهن فيها الحلو والوحش هو الرجل مش وحش جاز يكون قلة معلومات بقى واحدة استرخاصة ولا حاجة طيب شكرا شكرا مدام عامل ناخد الاتصال اللي بعده الاستاذة اسماء علي ايوة استرخاصة اسماء بالنسبة للمدام اللي كان بتتكلم بس حاجة واحدة يعني هي مصصحة قوي ممكن تاخدي مدرب بول خفيف مع انه مصصح ده غلط اللي انا بقول حقيقة اشرب مية كتير واخد بالحضرك وما تنام يرفع رجليك الفوق وممكن تاخدي حاجة زي أولفن اهو يعني يعني يمكن يجيب نتيجة خمسين ميلي جرام حباية بعد الغدل مدت يوم بعد يوم ولا حاجة كده مدت اسبوع ولا اثنان ده العلاج ده مدام امل اه نتمنى من استاذ مشاهدين ان يتابعوا الحلقة على الفيسبوك واليوتيوب لمراجعة علاجك على الهوة مع الدكتور محمد سعد الحام نعم اتفضالي استاذ اسماء اه دكتور محمد ربنا يباريك لك يا رب كده ويجعلوك بذال حساناتك يا رب انا عندي الشكر وعندي الضغط بس انا عندي الشكر من وانا عندي 40 سنة دلوقتي انا سمي 57 كنت باخد مكتز وليسا ماشي عديل حد دلوقتي والدكتور ده كلب يقولوك بانس معي والحمد الله الدنيا ماشي بس سكري حساس جدا يعني اه بقوم الصبح مثلا الي متين وشوية الاقيه اه بقى وغضة ومقلدة الاكل ومضبطة الدنيا وممكن ما بتاعتاش خالص وقوم الصبح برضو الاقيه عاليه ورجلية برضو فيها ارعاق على طلوس المشاط مش تا الرجلين الاتنين والكعب كده فمش عارف اهل اغير الدواء باخد بطوك اربعين وباخد في الغداء اشرين ما حبيل جلوكوفانس الجلوكوفانس بتاخده الساعة كام يا فاندل باخده قبل الغداء طيب سيادتك وزنك قد ايه لا انا سيادتك وزني مية وخمسة طيب وطولي مية وخمسة وشتين طيب وطول سيادتك مية خمسة وستين ومية وخمسة يعني فيه عندنا تلاتين كيلو زيادة اه تلاتين طيب بص يا فادم حضرتك دلوقتي الجلوكوفانس كويس بس فيه يعني ممكن يتخانك مع الدواء بتاع الانسولين اللي هو المكسطارد اه عشان ازبطك بالمكسطارد كل ما حزود جرعة المكسطارد او الانسولين بوجه نعام كل ما وزنك حايزين اه واو واو فانا هنا دلوقتي حضرتك اهم حاجة عندنا حضرتك حقول لك كلام يعني هتحكس كده انه مش عملي ان احنا ننزل الوزن وتنزيل الوزن هو قفل البق وقفل البق صعب طب احنا هناخد حضرتك الجلوكوفانس فيه جلوكوفانس جزء منه جلوكوفانس فاحنا هناخد الى جانب الجلوكوفانس هناخد جلوكوفانس الالف حباية قبل الغضاء حباية قبل العشاء واملي اننا نقلل لكمية الانسولين شوية بعد كده يبقى نختصر الكلام واحد نحافظ على الانسولين كما هو اتنين الجلوكوفانس في نفس المعاد تلاتة نزود جلوكوفاج الف ميلي جرام او وان جرام قبل الغداء وقبل العشر ساعة اربعة نقلل للاكل بنسبة عشرين تلاتين في المية خمسة نمشي من نصف ساعة لساعة في اليوم يمكتر خيرك ده تمام شكرا شكرا سيد اسماء شكرا احنا كنا بنتكلم بقى على الدوالي الدوالي اه الدوالي حضرتك يعني احنا ايه انا وليسا جاي اتصال طيب خلاص من سهاج طيب باشا هو العم من عندنا على فكرة عارف ليه لا الدقيقة دي اصلية مش عارف اللينك الصعب في ديها يعني مش ممكن يكون الراجل يعني بيستنى دقيقة هو كان بقى التعكيد على الويتنج ولا على اي حاجة لسا وصل حلام من سهاج يالله يا سيد استاذا احمد عليك السلام ورحمة الله وبركاته حضرك احمد اه عندي ثمانية وتلاتين سنة كم؟ ثمانية وتلاتين ثمانية وتلاتين تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين متجاوزة حمام؟ اه معايا بنت وولد ما شاء الله اه كمام حضرك هو من خمس تيام انا حصت التزوق والشمي رحت من عندي اه فاخدت موضات حيوي فرجعتلي من يومين كده حصت التزوق كمام طيب لكن حصت الشمي دلوقتي مفيش خالص مع اني مفيش اعراض ثانية خالص ولا الصنية ولا كحة ولا ريحة طيب ما اي حاجة ثانية يعني طبعا طب شخص نفسك اللي هو كوفيد ما انا حضرك انا رحت عملت تحليل دم وعملت شاعة مقطعية عملت شاعة مقطعية وكل حاجة تمام؟ نعم ما طلع ما فيش اي حاجة فانا مش عارف اخده دلوقتي ولا رحت شفتان تضري ولا يا بالضبط برافو عليك كويس او انت عملت مسحة ولا ما عملتش المسحة؟ لما هو اول ما طلع شاعة مقطعية لا رحت الحميات عندنا فقال لي لا انت ما عندكش حاجة بابا بسألوا على حصت الشم دي فبقول لي ممكن ترجع يعني مع الغلاج وكده لا لا الثانية بس مش ده المهم المهم مش ان انا مش هعالجك ان انا عشان انا مش عالمقطعية طلع ما فيش حياة خاصة يا ابني خاضر ما انا عارف خلاص خلاص اه الكوفيد ده اه او اللي هو الكورونا مرض لسه مستحدث تمام عشان احنا نلم بمعلوماته مش قبل خمس سنين او عشر سنين سليم واخد بالك ده يعني انا في حياتي في امراض طلقت في عمري زي فيروس سي مثلا طلع سنة 1989 عرفنا ان فيروس سي بيعمل سرطانات في الكبد سنة 2000 ياه اه بعدها باحداشر سنين اه او مثلا سبع سنين تمان سنين فانت دلوقتي اللي يهمني انك تقعد في البيت تريح ادمش محتاج حاجة ما تاخدش دوة ادم انت كويس واخد بالحضر داك وهو ممكن يعد على كده وحاسة الشام ترجع تاني الوحدة ان شاء الله تمام بس حصل اي تطور يرجع يعمل اشعة تاني ويعمل تحليل دم سور الدم هو عامل مش عارف اللي عامل سيرو الدم ولا اه ممكن تقعد تعمل كل السور دي والتحليل وتعاود بس انا يعني خد بالترون انه هو عمل يعني انه هو فاهم ويعمل حاجة اسمه CRP ويعمل حاجة اسمه الدي دايمر تمام بس ادم ما عندوش اعراض من الاخر الاعراض بتاعت المرض دي هي اللي بتخلي العلاج نحدده قد ايه ونسبة الاكسجين في الدم بس تمام ناخد ناخد معنا الاستاذة حنان والاستاذة اميمة ناخد استاذة حنان سلام عليكم ايه طارت حنان اه طاعت اه لا موجودة يلا حنان فضالي يا سيدا حنان فضالي سمعينك والله ايه لو سمحت يا دكتور ممكن اكلم الدكتور فضالي سمعك والله لو سمحت يا دكتور ارحت الدكتور نسا عشان اهد خينة سعية عشان ايه تبتكلي الكلام يا فندم وضح الكلام لو سمع وزن مية وطلطافر كيلو وزنها مية وطلطاش شوفي تكلم زمالة بتكلم كده وزني مية وطلطاشر كيلو عاية انا خد السيدوفاج يا دكتور السيدالية الغوني فانا كيفة منه يعني انا بعنديني سكر انا انت سني كم سنة عندي ثمانية وتلاتين يعني انت مية وكم وخمساشر كيلو اه هو هتغد بتغدي كم حباية سيدوفاج واحدة بس هو المفروض هو قبل ما يدخلها يقول لها اسمعي من التليفون يا أستاذ عحنان هو يقبل الكلام ده مش احنا اللي حناعمل أستاذ عحنان أستاذ عحنان انت هجيب لنا الكلام كده وطي التليفزيون لو سمحتي واسمعي من التليفون وبعيد عن التليفون عشان بس تقدري تستفادي من الدكتور بدلا ما الخط يقطع مش هل سمعين يعني بأخذ حزايا قبل الغد حلوة الراجل بيهزر معاكل انت بحتاجة حضرتك عارف مغلق سيدوفاج أو جلوكوفاج حضرتك عتاخذي الجلوكوفاج 1000 ميلي جرام حبايا قبل كل وجبة بنص ساعة اما ميلي قالك انا بأعجبون سكر انا قد نايم ما نعارف بقول ايه حبايا 1000 ميلي جرام قبل الفطار وقبل الغد وقبل العشب ساعة عشان يسد النفس شوية لو معدتك فيها قلم لقدر الله تخديه في قصة الأكل لكن قبل الأكل بساعة ومش هيكون كافي خسس حضرتك حضرتك 115 كيلو يعني عاوزين نخسش 40 كيلو لا شك ان الدواء ده بيجيب نتائج غير متوقعة يعني ممكن يخسش واحد خمسة ممكن يخسش واحد خالص ممكن يزيد وهم يكون خسش 30 اتمنى ان تطلع من دول بس خلينا برضو حد هتاخد حاجة اسمائل تروكسن 100 مايكرو جرام حباية عبل الفطار كل يوم بساعة مغدبر حضرتك وممكن ناخد حاجة تالتة كمان واللي خلاها بعدين دي لانها غالية شوية كمليلي على دوله مدة اسبوعين تلاتة وتمشيلي كل يوم نسي ساعة لو كانت الرقب لسه فيها بتشيل وتقليلها بعد ذلك الدسم والسكر والحاجات تتنزيل الوجبة الى 50% منها اعواجدك ان كل شهر تقليلك 3-4 كيلو ان شاء الله شكرا انا استاذها حنان وطمينينا بعد كده ناخد الاتصال بعد الاستاذة قميمة السلام عليكم طيب ناخد 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 جبر الخواطر اسم جميل اه يلا سيتي جبر من السويس طيب اتفضل ايه يا فندي والله يا دكتور انا عندي ساعة ستيت بقى مش بقى مش ريلي من ساعة الرقب بقى انا خلاك جد دم شمالي هاد اعرف اي علاجة فاعدنا عليك عندك ايه يا فنديم حرقان في رجلي من تحت الرقب هرش هقطعها خالص بضعوفي مش من ساحبها حرقان تحت الرقب اه بطريقة شبيرة لا حرقان ولا هرش هرش مفيش ابوب ولا فيها انابت الجلبي لامت وهادا اصع بقى له قدية والله بقى لي بتاعتها تاربع شهور تلات اربع ايه شهور طبعا اخدت ادوية لا يا فنديم مفيش طيب هتاخد حاجة الخيصة اسمها تفاجيل حباية قبل النوم يوميا ان شاء الله تجيب نتيجة كويسة او دا ماخدتش داوحة تانية بس في نوع كفاجيل استنى الاول مفيش سكر ولا فيه ضغط ولا فيه حاجة لا يا فنديم لا وحضرك ما بتاكلش حاجة جديدة او تغير عن نظام البيت مثلا جبته كلب جبته قطة جبته حمار وحاجة كده لا 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 ما عديش حاجة مفيش نظام اكل مفيش حاجة جديدة عاملت حساسية ما اكل الزتون لان احنا فوق حتيهم ناكل الزتون طبعا بيه بس طول عمرك طول عمرك بتاكل الزتون سيادتك مش كده ايه 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 طيب الدوى اسمه تافاجيل بس بينيم شوية تافاجيل اه بيقلك حاجة الخيصة تافا بالفيه تافاجيل لسه دالح يا رفا قول ما تقوله عليه على طول حباية كل يوم قبل النوم لانه بتنايم شوية ان شاء الله هتدعيلي بس بيأكل خلي بالك عيتخانك لو رفاية ماشي اوكي تمام جابل اخوات المتشكرين جدا بناخد اتصالي بعده من كاهرة يا سيد محمد سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل ممكن اصدر الدكتور فضل يعني عندي سيمة في كالشي اروحت للدكتور كتاب للأورلستاد استنى اه انت وزنك كام يا فندم انا وزن مية تسين جطورك مية خمسة وستين مية خمسة وستين يعني احنا مسلا عاوزين نخص عشرة كيلو انت بتقول لي كرش فقط مش كده اه اه يعني اكتاف حضرتك طبيعية ورجليك وكلام ده مية خمسة وشكة مية خمسة مية خمسة الاقتزان للمية جوه الجسم فانا ارشح لو البطن بس اللي فيها سمنة تعمل تمارين بطن وانا عارف ان انت بتاخد ادوية قلب واخد بالي كويس بتبدأ بالتمارين البسيطة وبعدين تزودها شوية شوية واخد بالحالك يبقى افضل عاوز تماشى على الأورلستاد الافضل منه خد اللي احنا بنتكلم عليه الجلوك وفجر رخيص الحلو ده بالنسبة لك تاخد الف ميلي جرام حباية قبل الغداء وحباية قبل العشاء قبلها بساعة عشان تسد نفسك كمان شوية الف السلام على سابق طيب نشكرين على اتصال ناخد ام اسماء من اللقصر ام اسماء سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لو سمحت يا دكتور انا متزوزة لي احداش السلام وحصل اجهاد مرتين ومعاي بنتتي لها تحت ميلي والتحاليل كلها كويسة يعني تحت وتاع الجوز وشعر تبغى كويسة بس عنديها ظهور شعر كتير اه ماشى طيب ناخد الاول الاجهاد حضرك اجهادتي العيال دي اللي هما نزلهم في عمري قد ايه اه شهرين وطبق شهور ماتش نظر اه وحضرتك حملتي بعد الجواز ماتش بقى ديه اول مرة اه تعديد شهرين جميل يعني احنا عندنا الجهاز شغال كويس اه والتبويض بقى لا استني بقى ما موافق يا فندي يعني انت حضرك اول حملة والتاني حملة كانوا ورا بعض على طول الفرق بينهم مسلا ستة شهور ولا سنة اه لا بس ستة شهور اه ثمان شهور بص قلتلك ستة لسنة يعني خدت في النص اه وواحد فش ثلاث شهور والتاني فاربعة شهور او شهرين وتلاتة اه التسقيط ده كان فيه ألم ولا نزل لوحده كده اه كانوا يزدها لي الدكتور عشان ينزل الجنين اول مرة اه معلش عيدي تاني اللي انت قلتيت اول مرة بعملية تنظيف عملية تنظيف ما هو انا فاهم بس هو الراجل ما دخلش يشيله منه نفسه هو كان فيه بداية تسقيط صح اه طيب الجنين نزل بيلعب ولا ميت ولا مشوه لا هو مفيش نبض شهرين اول مرة لا هو شهرين النبضي بيجي تعمل اسابيع فعلا لليك حق لكن تاني مرة مثلا مفروض اللي هو ثلاث شهور يبقى فيه اه لا ده ناسل على كده مغير عمالية تنظيف طيب خلاص اه دلوقتي انت فيه شعر الزيادة في جسمك صح؟ اه مكان الشعر الزيادة فين يا فندم اه منطقة الزقن والسنب اه مكان الرجولة يعني والصدر من قدام فيه؟ اه اه والبطن فيها؟ خفيف اه السقيم فيهم؟ اه خفيف يعني طيب لكن الشنب بتشيلي الشنب والدقني كل ادي ايه؟ اه ممخب في السبع مرتين يا يا كتير قوي الشعرية ناشفة زي بتاعت الرجالة كده اه الدورة منتظمة؟ اه منتظمة من غير ادوية؟ اه من غير ادوية علامة كويسة عموما ما قالوش فيه تكايز في المبيضين؟ مرة واحدة بالمنصفات بعد كده لا سؤالي لا بصي فيه بالاشعة قالوا فيه تكايز في المبيضين ولا ما قالوش؟ اشعة السبغة ايه؟ اشعة السبغة اشعة تلفزيونية اشعة تلفزيونية اه مرة واحدة من تلات سنين وبعد كده مشت الدينية تماما ما هي مرة واحدة هتفضل التكايز هيفضل موجود ام هو احيانا الناس بتحبل مع التكايز مش قضية بس يالفق وكن ان الدورة منتظمة من غير ادوية دي علامة طيبة جدا بشرك يعني فانت حذرك بتعملي متابعة حملة طبعا ومتابعة طبويد اقصد اه في بيضة بتطلع ولا مفيش في اثنين وثلاثة الحجم ثلاثة وعشرين اربعة وثلاثة ما شاء الله ما تزال فل لهم ما اللي ايه المشكلة لهم يعني تحليل جوزك وي بتقولي ايه؟ جوزك اللي تعبان؟ لأ جوزك كويس بالتحليل بتاعتي عندك مشكلة في القنابيب؟ ايه شاحت السبغة جالت بنيات القنابيب طب وضح بس الكلام الاخير هنعمل سامعينك يا فن والله يعني يعزبونك وضح ايه بس او تبعيد عن التلفزيون شوية او الناس تتصل بالتلفون ارضي لو فيه الاقاليم سيئ جدا القنابيب كويسة في تحت السبغة طيب جربت تعمل طف القنابيب ولا لازم انه؟ لا او لو عندك بوايدة كويسة بتوصل تلاتة وعشرين ميلي في اليوم مثلا حضرتك اللي هو الثلاثتاشر او الاثناشر وقد بقى لحضرتك وجوزك عنده حاملات مانوية كويسة جدا والكلام ده هو طبعا طفل القنابيب اعرفك يا طفل القنابيب بينجح في الناس اللي حيحمله طبيعي عشان انت مفاهم يعني موضوع بقى ناجح دلوقتي انت قلت غير اللي انا قلته قلت حضرتك بينجح في الناس اللي بيحمله طبيعي يعني عايز اقول ايه؟ تماما لو ما تعملش هتحبل لكن اللي ما بتحبلش مش هتنفع عليه بنسبة تسعين في المياه اما تعيد كل يوم طفل القنابيب بس انا بقول لحضرتك ان شاء الله انا شايف ان الحالة كويسة جدا هناخد ألدكتون ميت ميلي جرام حباية مرتين في اليوم هناخد ألتروكسين ميت ميكرو جرام قبل الفطار كل يوم واخدبال حضرتك الى جانب الحدوى اللي انت بتاخدين بامر الله هيقلل الشعر وبامر الله يحصل ان الدنيا تبقى الرحم والدنيا تتضبط معاك بامر الله ونزبر على كده بس ايها كم سنة قالت انت عملتك تباس حسين احنا بقى معنا اتصالين بعد كده طيب بس اتتنى حضرتك هنا عشان بس ينوبنا سواب فيها لو سن حضرتك تعدى التلاتين اعمل تفرق نبيب ماشي شكرا ناخد الاتصال اللي بعده من اينا سلام عليكم سلام عليكم مدام اكرام اكرام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ممكن اتواصل مع الدكتور الله بسماه فضالي سلام عليكم الله يخليك هو معي ابني عنده 15 سنة ودايما بيشتكي حضرتك من رقابته وعنده في غدة لنفاوية زهرة يعني زهرة عملت ربطة قبل كده عملت له لها يعني صنعر وكده يعني فدايما يشتكي من صداع وقيوب عنفية ودايما مرهق وتعبان وضعيف وجسمه هزلان يعني هو وزنه بالضبط 45 كيلو طوله طوله يعني 170 ده يبقى عصاية اه اه خالص يعني رفيع خالص الغدة اللي نفاوية بس نفهم منها شوية حجمها قد ايه يعني قد مسلا الترمسة قد الزتونة قد مسلا الحمصة قد ايه لا اكبر شوية يعني قد الزتونة اكبر شوية بس من الظهرة او يعني ايه بينا من الرعب اول ما يولي رقابته كده ع الجنة تظهر اكتر موافق يعني بصي بصي لع التليفزيون في الحتة دي هي مكانها اه انا قلت في الحتة دي قلت لي اه اعمل يا نعيبها دي في الناحية دي في الناحية اليمين عائق علي ما انا اليمين ده بتاعي على فكرة اه في الناحية اليمين يعني مكانها في الحتة دي لا تحت الودن بشوية هنا لا ورا 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 كده هنا تحت الودن بشوية لا تحت الودن بشوية كده اه تحت الودن بشوية اه حجمها الظاهر يعني ايها ظاهر لأ حضرتك الزتونة بالصنطي لو قدرنا نتكلم انا وانتي حوالي صنط ونص بس مش عارف حتفهميني ولا لا بصنط ونص لأ يعني هو حضرتك بالزبط يعني قد نص عقلة الصباح بالزبط يعني انا يعني شايفاه كده قداني يبقى صنطي يا فنط ماشي يبقى دي بزرة الزتونة يا فنط دي بزرة الزتونة دماء حضرتك دي بقالها قد ايه دي حضرتك هو بتولد بيها بس ما ظهرتش وكبرتش الا لما بتدي يجبر في الوقت في حاجة تانية اضيفت عليها يعني في تاني غدد المفوية طلعت تانية غير دي انا عملت له صنار قاله في غدد ظهرة في غدد تاني في الرقبة بس مزهرة ما بيسخنش بالليل ولا بيعرق بالليل ولا ايه بس هو دايما عصبي لا انا اللي حسألك الله خليك انا حسنك الشهية اخبارها ايه اه اه فضل الشهية الشهية مفتوحة يعني بياكل حل بياكل كويس اه اخواله وعمامه رفيعين زي ما هو رفيع كده اه ايه انا تمعت ايه لا اربا طوال بس مش رفيعين يعني هو الوحيد اللي في العيلة الرفيع اه طيب هو بتقولي كمان انت عنده جيوب الانفية يعني هو مثلا منخله بتتسدد كل شوية وصوته ما بايز وكده اه على طول على طول عنده زكام ورشح وانسداد في الجيوب الانفية طيب 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 خلاص خلاص احنا بقى حنخلينا عمليين حناخد مضادة حية واسمه سيبتازول حبتين الصبح وحبتين بالليل لمدة 15 يوم منتظم وانا احط دواء اسمه سولفين شراب معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم ويشرب حاجات سخنة كتير قوي قوي وممكن ياخد دواء زي اوتروفين نقط للمناخير حنقطتين الصبح والظهر وبالليل في كل طاقة لحد ما نشوف الانفية هتعمل ايه شكرا شكرا على الاتصال ناخد الاتصال لبعده من المنيا الاستاذ محمد سلام عليكم عليكم السلام وانا عطلاق لكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته يا دكتور أهلا وسهلا يا بي أهلا وسهلا الوقت يا دكتور كان عندي فايروس كورونا وتعافيت منه الحمد لله الحمد لله اه في التلفزيون التلفزيون بقى لو سمحت التلفزيون لو سمحته أستاذ محمد هو ده يتقل كل واحد بيتصل من الكنترول ما هو قاعد ما هو بيقوله ما هو بيقول لي بيقول لي والله أستاذ محمد على السريع بس لو التلفزيون بس كده شوية شكرا تعافيت مني يا دكتور تعافيت مني الحمد لله عندك ستين سنة بياخد سكر بياخد سكر وضخ طيب بياخد برشان سكر وضخ حاليا الوقت بيعاني باعك الأكل التهاب شديد في شدور المعدة تحت سره بيقول ايه في التهاب تحت السره اه مغز شديد تحت ومغز شديد مع الاكل بتحس بمغز شديد في الجزء الاسفل من البطن صح؟ ايوان تمام كده يا دكتور في الجزء الاسفل من الاسفل مع الاكل بعد الاكل كده بيحس انا مش شديد جوه تحت السره كده بقى لك قديه على الحكاية دي بقى له أربع شهور على الحكاية دي خدت أدوية خد أدوية كتيرة بتاع الفيروس خد منضط حيوة عالية 18 يوم بيعاني من سخونة ومغز شديد ومغز شديد جوه يعني طيب بس حضرتك الفيروس كان من اربع شهور ولا من شهرين لا الفيروس بهادي بالظبط كده من تقى منه بجاله النهاردة يوم يوم الاربع الفات كان اخر حاجة عملناه يوم الاربع الفات اخر المسحة طيب يبقى شوف انت بتضللني ازاي يعني الالم موجود من اربع شهور مروش علاقة بالفيروس اه لا مروش علاقة بالفيروس طيب لك بتضللني ليه عشان تتعلم معانا يعني تمام يبقى انت بتضللنك وانت قدت على اجل الفيروس طب يا حبيبي ما مولوش علاقة هو موجود من قبل الفيروس موجود من قبل الفيروس تمام يا دكتر تمام طيب يبقى كده انا فعلا في مضادات حيوية بتاخدها فعلا تقملك الم في المعدة او في الم في القولون او الم في الامعاء وتستمر بعد ايقاف الدواء طبعا في الموخ بيروح لحاجات بايده جدا يعني عشان الدكاترة اللي بيسمعو يمكن يكون التهاب فطري احيانا الناس يتاخد مضادات حيوية فترات طويلة يحصل لها فطريات تطلع ولسيما الجدع بتاع الكورونا ده بيأثر على كورونات اللفوية فيقللها في هنا يطلع فطر زي عفن الخبز فده لو مسك الامعاء ما يخفش يفضل مستمر اه لازم يدلوا علاج معين وده قليل ما يحدث مع المناعة المنخفل اقوي المهم حضرتك دلوقتي بتقول القلب ده موجود لابو شهر اربع شهور هو ده الاستاذ محمد كده راح خلاص راح خلاص بيسمع من التلفين طيب معنا الاستاذ اصرى بعد كده من الكاهرة طيب هاتي الاستاذ اصرى بادر نجواب عليها طيب عليك السلام ورحمة الله وبركاته اصداد صارى اه بعد اذنك يا دكتور انا كنت باشتكي من معداتي فالدكتور من القولون فالدكتور قال لي عملي صنار على البطن والحوض فاكتشفت بالصدفة ان في كيس على المبيض الشمال كان حجمه ستة ونص سنتي فالدكتور الداني قال لي احنا ممكن انا اسا وعندي يوحة تلاتين سنة فالدكتور قال لي احنا ممكن ناخد راس منا للحمل المدة اسبوعين ونبتدي نشوف حجمه هيتغير ولا لا فهو حجمه ما تغيرش يعني منزلش ما حصلش فيه حاجة فانا بقى لي تقريبا سنة بتابع معي فكل مرة بعمل صنار كل شهرين او حاجة بلاقي الحجم بيتغير التغيرات بسيطة يعني ممكن يبقى ينزل لستة يرجع تاني ستة ونص ففي بعض الدكاترة قالولي ان انت لازم تشلي تعملي منزار وتشلي الكيس ذوت في قالولي لما يوصل لسبع سانتي تشليه وناس قالولي لأ ممكن تستني لما يوصل لعشرة سانتي تشليه فانا مش عارفة بصراحة اعمل ايه هو حواي صالع مش كده اه هو يعني لأ هو كيس وقاللي هو باين كيس ماليان مية او اه طيب ماشي نازم نفهم دي كويس اليمين الحمد الله كويس المبيض اليمين او الحمد الله الاجابة كلمة الدورة منتظمة حضرتك او الحمد الله طيب هو بصي الكيس ده نادرة ما حيروح الا يفرقع تمام حكايت برضو حبوب منع الحامل المدة اسبوعين ده شواء صغيرة اوي لا عاوزة اخدها تاخد الحبوب مستمرة لمدة ثلاث شهور وانا ما اعتقد شواء في النهاية الكيس ده يتشال افضل واسرع بالمنظر يا فندم بياخد نص ساعة ان شاء الله العملية كلها تمام بس بيشدش المبيض بس بيشدش المبيض نعم استعنا ما يوصل فعلا لسبعة سنتي او عشرة سنتي ولا كل ما يبقى بادري يبقى احسن والله انا شايف ان هو ما هو سبعة سنتي دلوقتي اه هو ستة اه تمام اه سهلة العملية بامر الله تعالى يوم واحد بس بس دي ما بتأثرش بعد كده على الحامل او الجواز او كده بامر الله هو هيحاول يقشرا مبيض من عليه ويشيل الكيس ده وهو يقولك ان عندك حاجة تمام متشكرا الحاجة العافو الف سلام شكرا 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 على الانتصال اه طريبا عايزين يعلينا حاجة على الصفحة بتاع حضرتك او طيب حاضر اتصدل ما هو اه او احنا هنقطعوا لو هم يحطوا او احنا بنتكلم اوكي هلط اوكي هنعدك انت اللي تخش على الصفحة دي بعد كده الصفحة على الهوى معك انت اللي هتخش عليها انا مليش دعوة اه يعني احنا صوتنا طلع اه طبعا اه اه طيب احنا نتكلم بقى ده بالصفحة موجودة اه يعني هو صفحة زي ما هو ما الناس شايفين بس استاذ الدكتور محمد سعد حامد هتطلع عاوزين يحطوا اسئلة ويحطوا حاجات ان شاء الله اه ان شاء الله هنتولى الاجابة عليها خلال 48 ساعة ان شاء الله طيب طبعا اه اكيد كده زي ما اشرح السيد الفات الدكتور محمد سعد حامد اه من الصفحة موجودة اه ممكن التواصل او 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 لو نسألوا كنترول اعيدها تاني مرة تانية لو سمحت فاقل من ثواني وفي حد ما ردماش عليه المتاصل اللي قابل اللي فاتت ما ردماش على العلاج خليت معايا اه هو يحط الصفحة على الطابع الطابع حر بقى اه اه الصفحة على هوا دلوقتي اه بس هي دي ولا التانية بس فيه التانية اه هي دي اه اوكي حبيبي فيه حد اتصل احنا مردماش عليه كان الاتصال اللي قابله اه احنا متقلي غطينا كلها لا مغطناش مجاوبناش عليها كانت بتتكلم عن ايه فكرني اكيد هترجع علينا تاني لا انت كده عاوزت كروت السيد حرام عليك هي تعبت على ما قارف التوصل انت بفتكر بس انت كنت كتبها هنا اه اديني بس يعني اه هو بيسأل على الختام يعني ختام يا ابني ما هي الدقيقة خلاص هي الدقيقة عشان اللي هي الدقيقة كانت اه كانت بتكتب اسمها فوق كانت بتتكلم عن ايه طيب بس انا كانت كانت صارة اه ايوه صارة من القاهرة واحد وثلاثين سنة ايوه لا دي اخر واحدة يا حبيبي بتاعت المبيض يا حبيبي اه اصح معايا مخرج اللي قابليها كان اه بتتكلم عن ايه مش مام هي مين اه انا ناشي بتتكلم عن ايه وقلتلك هنجاوب عليها بعد من اه 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 اللي هو الالام في البطن من تحت هولا كلها تقعد فيها تحت السورة في البيت هنا في الجامعة لازم انا نبقى مفتح فيهم يا جماعة حموني حموني ايش الالام النص الاسفل من البطن يبعد عن جميع اللي يمتعد كورونا يعمل صح صح معايا تماما والقهوة يا جماعة لا والله العظيم هو هو الصوباء له دلوقت يدخل على خمس دقائق ولا ست دقائق سبك منه عايز حد العلاج حد العلاج حضرك يا ابعد عن منتجات الالبان والجبن كده كل ده تماما يبعد عنه يبعد عن الحادق والحراء والمسبك بعد كده هياخد حاجة اسمها سبازمو كانيولاز حباية وسط الأكي ثلاث مرات في اليوم ان شاء الله جيب نتيجة ما كانش تتصل منها الاسبوع الجاة ان شاء الله ماشا يا دكتور ان شاء الله جايا نستكمل كل لا الحاجات صحصح معايا لا لا لم صحصح والله عزيز المشاهدين وكده نكون وصلنا لها الحالة من برنامو الكونسولة تليميديسين نشكركم لحسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغضة الصماء كلية الطب بجامعة عن الشمس وإلى اللقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته